نعم طبعا فرق كبير بالنسبة لسقوط الأمطار هذه السنة بالأعوامل الماضية حيث كان في عام 2020 كان عدنا كميات المطار خلال هذا الشهر بالذات شهر 11 كان 24.8 و2021 كان عدنا 1.1 يعني تقريبا أقل من مليمين أما هذه السنة خلال هذه الفترة نفس هذا الشهر حسا عدنا خلال يومين الماضيين عدنا 60.5 مليم من المطار نعم خلال 12 ساعة الماضية 12 ساعة الأولى من الموجة من المطار عدنا 9.7 مليم وعدنا 12 ساعة الثانية 40.5 و12 ساعة الثالثة 10.3 اللي هو بداية صباح يوم السبت هذا اليوم نعم نعم إن شاء الله أكو منخفضات بعد اليوم هاي الحالة ينتهي اليوم من باشر الصباح الأحد ينتهي الحالة يبقى يومين استقرار نسبي مع قطع من الغيوم في سماع كاركوك ويبدأ منخفض ثاني يبدأ تأثيره يوم الثلاثة والأربعاء الجاية إن شاء الله يعني بعد يومين عدنا منخفض ثاني رح يؤثر على عموم العراق ومنها محافظة كاركوك نعم عدنا توقعات من أكو منخفضات وهو طول أمطار كثيرة إن شاء الله نعم نحن تحذيرنا بالنسبة عند العواصف الرعدية عدم الخروج من المنازل وخاصة عدم استحاب الأطفال خارج المنازل وعندما تكون البيوت أقل من الشارع في المستوى الأقل من الشارع يغادر البيوت وعدم منع عبور المياه من المناطق المجاورة وابتعاد عن المجاري وعن السيول المائي نعم شكرا لله مع السلامة شكرا شكرا موسيقى موسيقى